اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل انت قدوة في سلوكك لأولادك هل انت قدوة عموما لأولادك السؤال دا دايما بيحمل في طياته شجون هل فعلا انا كاب بقوم بدوري كقدوة لابني في السلوكي في اسلوبي في طريقتي في تعاملاتي هل ابني بيراني بصورة جيدة من العيوب والمشاكل اللي بتظهر في فترة المراهقة النقد الشديد للأولاد الأولاد بيبقى عندهم القدرة على انهم يفهموا بابا كويس ويفهموا ماما كويس والعيوب بتاعت ماما بتبقى ظهرة والعيوب بتاعت بابا بتبقى ظهرة في كتير من الأحيان احنا بنجمل نفسنا قدام أولادنا لكن أولادنا بيفضحونا داخليا عندهم لأنهم بيقدروا يفرزونا فيعرفوا ايه السلبي وايه اللي مسلبي ايه الغلط وايه اللي مش غلط في سن المراهقة بيبقى الهرمونات زادت عند الشاب واو البنت وبالتالي بيبقى عندهم جراءة أكثر عندهم قدرة على التعبير أكتر عندهم حدة في التعبير وبالتالي بتبتدي الكلمات تبقى لاذعة واسلوبهم يبقى شديد والعيوب اللي أنا ما كنش عاوز أواجهها في وقت من الأوقات هم يواجهوني بيها انت كده بقيت عصبي ما انت عصبية برضو يا مام انت بتتعدى في كلماتك ما انت بتتعدى علينا طول كل وقت انت بتعمل مشاكل طبعا انت مشاكلك بين بابا وماما طول الوقت وتبتدي المسألة عندنا تخش في صراع دائم موجود يبقى احنا محتاجين تغيير وتطوير ليه بقى محتاجين تغيير وتطوير لان عشان ابقى قدوة بالنسبة لأولادي لازم ابقى دائم التطوير بالنسبة له انتو مش متخيلين مدى رؤية الاولاد للاباء والامهات ما بنقعد معاهم وما بنقعد معاهم بيتكلموا بالسلب على اباءهم وامهاتهم بالرغم ان بيقول ده ابي ودي امي في النهاية لازم ححترمهم لكن العيوب بتبقى قاسية جدا عشان كده هل احنا قدوة حقيقية لأولادنا ولا لا ده سؤال محتاج واحنا قاعدين كده مع نفسنا يعني نمرر السؤال على قلوبنا وعلى عقلنا عشان نقدر نتعامل معه خطأ من الاخطاء اللي بنقع فيها رد الفعل السريع نتيجة الاخطاء الطفل اما بيغلط الطفل طالما انا معرفتش السبب اللي بسببه غلط يبقى ما ينفعش عقبه اخطاء الطفل ممكن تكون نتيجة لأسباب غير معلومة في طفل ممكن يرمي الكوباية نتيجة لانه هو ما عندوش تآذر حركي وابصري وارج جدا ممكن يكون عنده خلل في جهاز الحركي وممكن يكون لفت انتباه وممكن يكون ما خدش باله كل حالة من الحالات دي من المفترض ان لها اسلوب في رد الفعل مختلف ما بين ده وما بين ده وما بين ده وما بين ده وبالتالي مطلوب قوي مننا ان احنا ناخد بالنا من الاخطاء الشائعة اللي موجودة عند الاطفال يوم ما تحصل لازم نسأل نفسنا ايه السبب عشان كده مطلوب قوي وبيحصل كتير اما حد يتصل ويقول والله ابني عصبي والله تجاهله بس اسمع العصبية دي ممكن تكون نتيجة لايه الاخطاء دي ممكن تكون نتيجة لايه الاخطاء في كتير من الاحيان لفت انتباه ولفت انتباه لان في حاجات ممكن يكون احنا موفنا هاش لاولادنا في حاجات واحتياجات عطفية ومعنوية ونفسية مطلوب توافرها للاولاد الاهمال في بعض اوقات بيخليني في بعض اوقات عنيد بالنسبة لي ممكن التجاهل من الاب والام ممكن يحدث عند الطفل قدر من العند موجود عنده وبالتالي مطلوب قوي عدم التعامل مع اخطاء الطفل بشكل سريع نعود وندرس ونتكلم ونتناقش وكل خطأ بيبقاله سببه اما بنتكلم على مد اليد لازم نشوف في حرمان عاطفي ولا ما فيش حرمان عاطفي في بخل ولا ما فيش بخل في اغضاق ولا ما فيش اغضاق لازم نعرف الاسباب المختلفة اللي موجودة اما الطفل بيتهته ما نقولوش اعدل لسانك انت بتستعبط انت بتستهبل انت 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 طبعا الواحد لازم يكون واضح عنده ان قضية التهته دي اسبابها كتير جدا من ضمنها الغيرة من ضمنها طفل جديد من ضمنها ان انا نفسيا مضغوط من ضمنها العصبية والنرفزة في المحيط اللي موجود طبعا لازم نشوف الاسباب اللي موجودة عندها مشكلة التبول لا ارادي اسبابها كتير جدا وضخمة وبنقول تبول لا ارادي لا ارادي لا ارادي يعني الارادة مش متدخلة في الامر بشكل كبير بنلاقي انه ممكن يتعاقب ممكن حتى يصل لمرحلة ان احنا القسوة وصلت لمرحلة ان احنا نجيب المعلقة ونسخنها عشان نحرق الولد عشان اصله هو تبول لا اراديا اثناء النوم رفع القلم عن سلاس النائم حتى يستيقص حتى شرعا ما ينفعش ان احنا نقلم طفل عنده تبول لا ارادي موجود بان هو ننعته بان هو بيعاكس ان هو بيحاول يعاند ان هو بيحاول ان هو يستفز اصله كسول ما بيقومش من السرير اصل 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 والتبول لا ارادي بيبقى لحد سن خمس سنوات بعد الخمس سنين بيحتاج قدر من العلاج وبالتالي انا لازم اكون فاهم كويس قوي ان اللي بيحصل من الطفل ممكن يتبقى له اسبابه والتبول بيبقى عند الاطفال الحساسين المتأثرين اللي هما بيتأثروا سريعا من الاجواء المحيطة عشان كده يقولولك ان الطفل ده بيعمل على روحه يوم ما يكون مضغوط ضغطة كبيرة موجودة عنده وبيقولك بعض اوقات اما يكون منفعل بزيادة اما يكون تعبان بزيادة زي بالظبط ما بيعمل وهو بيشرب بزيادة او شرب مية بزيادة عشان كده مطلوب قوي ان احنا نفهم الاخطاء اللي بيقع فيها الطفل نتيجة لايه زي العند اما خطأ من الاخطاء نتيجة لايه نتيجة لانه ممكن يكون بيلفت الانتباه ممكن يكون هو عنيد في ذاته ممكن يمحتاج تجاهل ممكن محتاج مشاركة ممكن محتاج حوار وبالتالي الاخطاء اللي بيقع فيها الطفل لابد من ان احنا ناخد بالنا منها من الاخطاء الكتيرة للاشباع العاطفي مثلا وده خطأ من الاخطاء التربوية عدم اشباع الطفل عاطفيا حتى انا بقول دايما احضوني شكرا شكرا انك قدرت الحضن واثر علي انتو عارفين ان نقص الحنان والعاطفة لدى الاطفال ممكن تولد ايه ممكن تولد عنف عند الاطفال ممكن تولد عيند عند الاطفال ممكن تولد نوع من انواع التأتاء زي ما نقولنا قبل كده ممكن يؤدي لتباول لايرادي ممكن يؤدي الى ان يبقى فيه صحبة سوء بنتمي اليها اكتر من انتمائي الى داخل الاسرة ممكن يكون فيها حقد وغل وحسد للمحيطين والعواطف الاخرين ممكن يبقى لها غيرة نتيجة لان انا بفرق في التعاملات المختلفة ممكن يكون الحرمان العاطفي سببا ان امدي ايدي ومد اليد ده منتشر بشكل كبير يعني معنى كده ايه ان كل المشاكل دي لازم ابحث عن سببها وسببها بيبقى معروف عدم الاشباع العاطفي للأولاد يؤدي الى كل الكوارث والمشاكل اللي موجودة دي طب الاشباع العاطفي بزيادة اللي هو الحماية الزيدة والعاطفة الزيدة قد تؤدي الى ايه تؤدي الى انتفاخ الزاد تؤدي الى اني ابقى يعني شايف نفسي عن غيري تؤدي الى ان العلاقات بيني وبين اصدقائي لا تتم بشكل جيد تؤدي الى اني ما تحملش مسئولية تؤدي الى قلة الثقة بالذات تؤدي الى مشاكل تربوية وانحرافات سلوكية كثيرة شوف تؤدي ايه ان احنا الاشباع العاطفي قد يؤدي لمشاكل كثيرة وعدم الاشباع العاطفي قد يؤدي لمشاكل كبيرة اخرى عشان كده بنقول دايما التربية ما بين قضيبين قضيب التربية ما بين الانضباط وما بين العاطفة اللي موجودة عندنا لابد ان يكون هناك توازن فيما بينهما من الاخطاء الشائعة اللي بتبقى موجودة في التربية اللي هو تجاهل السلوك الجيد لات الطفل تجاهل السلوك الكويس والنظر للسلوك السلبي كل حاجة بيعملها الطفل ايجابية لابد وان احنا بنسيبه عليها لابد وان احنا نوجه له كلمة شكرا اوجهه كلمة برافو عليك بنوجهه كلمة جيدة عشان ان مع كل سلب انا بتكلم بطريقة سلبية ومع كل ايجاب بتكلم بطريقة ايجابية ده بيحدث توازن عند الطفل بنسميه التوازن النفسي لرؤية الذات عنده لكن لو اتكلمنا في السلبيات دون ما ايجابيات دي عا تبقى سلبية جدا عشان كده بقول اللي بيجيب لك كوباية مالية في كل مرة بتقول له شكرا جزاكم الله خيرا ولا بتبقى المسألة ساعات وساعات او ده حق مكتسب ليك بشكل كبير النهاردة اتكلمنا على اخطاء كتيرة منها القدوة اتكلمنا على الرد الفعل السريع للاخطاء لا محتاجين ندرس الاخطاء بتاعة اولادنا اتكلمنا على الاشباع العاطفي واتكلمنا اخيرا على ان احنا لا بد وان نعلق ايجابيا على السلوك الجيد للطفل وبعد كل هدفنا ان اولادنا يبقوا عظماء في المستقبل اكفاء في المستقبل قادرين على حمل مشعل التنمية والحضارة والانطلاق والتحقيق الانجازات وغيرها من الامور وبعد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة